خلينا نروح لزاملنا فاروق صلاح من الإمارات ونعرف آخر أخبار بعثة فريق كرة القدم بالنيدي الأهلي زكا فاروق حمد الله على السلام أولا برحب بك كابتن إسلام وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة تقناتنا دي الأهلي في كل مكان أولا طبعا نحكي لنا كواليس وصول بعثة فريق الكرة إلى الإمارات عايزة أخد من كلام حضرتك كابتن إسلام من المباراة في عيون لعيب النادي الأهلي في عيون الجازي الفني الهدف الأول والأسمى بالنسبة لكل لعيب النادي الأهلي هو كيفية إسعاد جماهير للنادي الأهلي مرحلة كانت صعبة جدا الموسم الماضي ولدت حوافز كتير عند اللعيبة المنتظرة هذه المباراة قبل ما نروح لهذه النقطة نتكلم على التفاصيل وكواليس رحلة النادي الأهلي والتوجه من مطار القيرة إلى مطار أبوظبي اللي كان وصلنا في رحلة طيران استغرقت سلاسة ساعات ونصف كان وصلنا في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت القيرة طبعا كان في استقبال بعثة النادي الأهلي الأستاذة نوها القناوي القنصل الصفارة المصرية هنا في الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الكابتن سمير عدلي اللي كان سبق الحضور إلى الإمارات قبل بعثة النادي الأهلي طبعا برفقة الكابتن سيد عبد الحفيز لتنسيق كافة الأمور مقر الإقامة ملعب التدريب كافة الأمور الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي أيضا الدور الكبير جدا اللي بيقوم به الدكتور محمد شوي رئيس بعثة النادي الأهلي إلى جانب طبعا معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجود أيضا المهندس خالد مرتجي أمين صندوق للنادي الأهلي أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والتواصل اللي بيتم مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان حريص أنه يتطمن على كافة الأمور الخاصة ببعثة فريق الناد الآلي باللعبين بالجهاز الفني الوقوف على كل كبيرة وصغيرة حالة من الحماس شفناها في عيون جماهير الناد الآلي اللي كانت في استقبال بعثة الناد الآلي لدى الوصول لمطار أبو ظبي الجميع كابتن إسلام أجمع على رسالة مهمة السوبر يا أهلي السوبر رقم 12 إن شاء الله يزين دولاب بطولات الناد الآلي في حماس وفي تركيز عند اللعبة منعكس على الجمهور يعني تبص في عيون الجمهور في عيون اللعيب أعتقد الرسالة مش محتاجة أن أنت تاخد وقت كتير جدا كابتن إسلام لمسين هذا الأمر يعني خلال رحلة الطيران حدثنا مع بعض اللعبين حدثنا مع أفراد الجاز الفني الجميع بيفكر في أن المباراة أهميتها ليست على مستوى لأنها ديربي ومباراة ما بين الأهلي والزمالك وطبعا حضرتك عارف أهمية تزيل المباراة وخط الكثير من المباريات اللي كلها طبعا انتهت بفوز النادي الأهلي اللعيبة مركزة في هدف اللعيبة أهمية كله في السريع بالضبط يا كابتن إسلام يعني بالضبط ومباراة مهمة كمان يا كابتن إسلام أيضا سواء مباراة يعني مباراة الكاس مصر أربعة ثلاثة برضو من المباراة المهمة جدا اللي كانت مبينة للأهلي والزمالك مجموعة من المباراة طبعا فالأمر منعكس على الابين لأنه عارفين طبعا يا كابتن إسلام وحضرتك عارف قيمة هذه المباراة بالنسبة لللاعبين وبالنسبة أيضا لجمهور النادي الأهلي اللعيبة مركزة اللعيبة يعني عايز أقول لحضرتك كده بلغة الكرة مستنية هذه المباراة اللعيبة يعني الموسم الماضي زي ما قلنا ولد حوافز كتيرة جدا عند اللعيبة اللي هي عايزة إن شاء الله تحقق لو تبدأ الموسم مع مستر مارسل كولر بإن شاء الله بالتتويج ببطولة السوبر المصري يتبقى إن شاء الله توفيق ربنا إن شاء الله عايز أقول لحضرتك أيضا على الحسن الاستقبال هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحنا يعني نعتقد يعني الكلام بالضبط كابتان إسلام مش جديد على الإمارات العربية المتحدة والعلاقة اللي بتربط ما بين الشعبين الشعب المصري والشعب الإماراتي سواء على يعني لنكفة وجوه أو نواحي الحياة بحس إن إحنا في بلدنا أيضا للشعب الإماراتي أو المسؤولين الإماراتين يبقوا موجودين في مصر بتبقى بلدهم ده بيأكد على عمق العلاقة اللي بتجمع ما بين الدولتين وهو ده الهدف الأسمى كابتان إسلام أيضا هنا كان يعني بعد الوصول إلى مطار أبوظبي تم التوجه إلى مدينة العين اللي بيقيم فيها فريق النادي الآلي وهي بتبعد عن مدينة أبوظبي بساعة ونصف طبعا فيها مكر إقامة النادي الآلي وفيها أيضا استاد هزاع بن زايد اللي يستضيف أحداث اللقاء واحد طبعا من الاستادات اللي هي المصنفة عالميا وليست على النطاق العربي فقط واحد من أفضل الاستادات الموجودة ودائما يعني بنقول إن استاد هزاع بن زايد هو وش الخير على جماهير النادي الآلي إن البطولتين اللي طوق بيهم النادي الآلي للكأس السوبر هنا في الإمارات كانوا على استاد هزاع بن زايد أمام الزايد 3-2 وأمام المصري بهدف لوليد أزارو فيه اهتمام إعلامي شايفينه لدى وصول الفريق إلى مطار أبوظبي أيضا التوجه إلى فندق الإقامة عادت كبير جدا من وسائل الإعلام في الإمارات حريصين من هما يستقبلوا بعثة النادي الآلي عادت كبير جدا من جميل النادي الآلي كان موجود أمام مقر إقامة فريق النادي الآلي في استقبال البعثة يشد من قزر اللعيبة شايفين يعني رسائل مهمة جدا نتمنى إن شاء الله أنها تنعكس على أرض الملعب بإذن الله كابتن إسلام بكرة البرنامج إيه يا فاروق بالتحديد بقى البكرة يا كابتن إسلام انت حداك عارف أن الفريق هيخد التدريبين التدريب الأربعة وتدريب يوم الخميس إن شاء الله خلينا نبدأ في اليوم غدا بمشيئة الله غدا بمشيئة الله يكون التناول اللعبين لوجبة الإفطار في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ثم وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة الثانية ثم التحرك إلى ملعب العين والمناسبة هو اللي يستضيف تدريب النادي الآلي غدا ملعب نادي العين الإماراتي خلينا أكد ونشكر مسؤولي نادي العين الإماراتي طبعا والعلاقة اللي بيتمتع بيها النادي العين ليست في الإمارات ولكن في كافة الدول العربية العلاقة التي تجمع ما بين الشعوب النادي الآلي وكافة الأندية العربية سيستضيف ملعب نادي العين الإماراتي وتدريب النادي العين ليكون غدا إن شاء الله في تمام الساعة السادسة يوم الخميس طبعا يكون تدريب الأهل الرئيسي على ملعب هزاع بن زايد وحتى الآن يا كابتان إسلام لم يتم تحديد هالي الأهلي اللي هو يتضرب يوم الخميس الساعة سبعة أو نادي الزمالك هذه الأمور سيتم تنسيئ فيها غدا بمشيئة الله إن شاء الله يعني على مدار اليوم يتم بتحديد توضيح هذا الأمر هل النادي الآلي هو اللي يقدي تدريبه الأول على أستاذ هزاع بن زايد أم نادي الزمالك